اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم يصادف هذه الأيام ولادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وأفضل صلوات المصلين عليه حقيقة تقف الأقلام حائرة والألباب متفكرة فيها شخص هذا الإمام العظيم المعصوم لكن نقول شيء أن السماء قد تعتني بشخوص فتجعلهم قادة وإعمة كما حصل لنبينا موسى عليه السلام أنه اعتنت به السماء إذ قال الحق في حقه في شخصه واصطنعتك لنفسي إذ أن الله سبحانه عز وجل يحفظ هذا النبي ويجعله في كنف أعدى أعداء الله وهو فرعون بعد ذلك تظهر نبوته ويملأ الأرض وتظهر النبوة والرسالة على يده هذا يدل أن الله سبحانه عز وجل قد اعتنى به كذلك هو حاصل وجلي وواضح بالنسبة إلى الإمام المعصوم الحسن بن علي عليه السلام إذ أنه عند ولادته دفع إلى أمير المؤمنين فقيل له سمه يا أمير المؤمنين فقال ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء النبي ودفع إليه المولود الإمام الحسن إذ قال وما كنت لأسبق ربي فنزل جبرائيل عليه السلام يهنئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهنئ أمير المؤمنين بهذا المولود المبارك ويقول في حقه في حق أمير المؤمنين عليه السلام إنك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده فسمه بإسم ابن هارون ولد هارون وهو الشبر فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لساني عربي فيقول الحق سميه حسن هذه دلالة إخواني واضحة بأن السماء تحتني بهذا الإمام العظيم وتجعله من أول بدء ولادته وتتدخل في تسميته ومن ثم أنه يتربى في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور واضحة جلية في شخص الحسن عليه السلام إذ أنه تربى في بيت النبي وتغذى من علمه وتلقى علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو المعلوم أخواني أن العرب عندما يولد لها مولود تكنه هذا اللي دارسين عربي يعرفون هذه المعنى أن هناك كنية وهناك لقب وإسم صريح المتصدر بأب أو أم يسمى كنية الإمام الحسن عليه السلام كنية بأبي محمد لكن له ألقاب عديدة أنه المجتبى الصيب التقي وكان أفضل ألقابي هو التقي وكما هو معلوم أن التقي هو أرفع وأجل مصاديق مخافة الله جل وعلا وكذلك له كنية أخرى وهي من أفاضل كناه وهي السيد انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا ابني سيد يعني سيد يعني واجب الإتباع واجب الطاعة هذا التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنه يصرح أن هذا الإمام مفروض الطاعة ويجب على الأمة طاعته واتباع أمره آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيت طيبين الطاهرين